ما يتعرض له الصحفيون في العراق يكشف واقع الحريات وحجم المعاناة التي يعيشها العاملون في حقل الإعلام وغيرهم من المدونين والناشطين الذين ينتقدون تدهور الأوضاع في البلاد منظمات حقوقية ومراصد صحفية ضجت بخبر اعتقال المحلل السياسي والناشط محمد نعناع من قبل السلطات في بغداد بسبب انتقاداته لرئيس الحكومة محمد السوداني في برامج التلفزيونية وعدت الاعتقال بأنه يندرج ضمن سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها حكومات الأحزاب المتعاقبة منظمة SDHR التي تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب في العراق والمنطقة قالت إن الاعتقالات التي تطال الصحفيين في العراق تمثل انتهاكا صارخا لحقهم في حرية التعبير والرأي المكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولفتت المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها أن الصحفيين والمحللين الذين ينتقدون السياسات الحكومية يواجهون تهما تهدف إلى ترهيبهم مشددة على ضرورة مراجعة وإلغاء القوانين والمشاريع القانونية التي تقيد حرية الصحافة في العراق وخاصة مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية بدوره حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من استمرار ملاحقة المعارضين وأصحاب الرأي الآخر وترك الفاسدين ومهددي الأمن والسلم الأهلي ويقول صحفيون وناشطون إن الحملات التي تشن على منتقدية الفساد المستشري في دوائر الدولة يمثل استخداما لسلطة القانون لأهداف سياسية وإن شخصنة الموضوع يعطي تساؤلات بشأن تبجح المسؤولين الحكوميين بحرية التعبير وتواجه حكومة السودان اتهامات بمموارساتها عمليات تضييق على الحريات العامة والرأي خصوصا بعد سلسلة قرارات وإجراءات اتخذتها خلال الأشهر الماضية كان أبرزها صدور أوامر قبض بحق صحفيين وناشطين ورفع شكاوى على أخرين وإطلاق ما عرف لاحقا بحملة مكافحة المهتوى الهابط التي يعتبرها مراقبون بأنها مخالفة للقانون وجرى تنفيذها بشكل انتقائي